بل عليهم عليهم ماذا ما جاء في الآية التي جاءت بعدها مباشرة في صورة النور لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا كذب صريح واضح ليس من الحق في قليل أو كثير يعني يا عباد الله ستسمعون في كل يوم الكثير والكثير من الأخبار منها ما يتعلق بعباد الله تبارك وتعالى وشرف هؤلاء العباد نعم فاتقوا الله وكونوا على أعلى درجات الحذر وقدموا حسن الظن أولا لأنه الأصل لأنه الأصل لولا إذ سمعتموه يعني هلا لولا بمعنى هلا حرف تحضيض وحث لولا إذ سمعتموه حين سمعتموه المفروض المفروض إيه؟ ليس لكم سوى كلام واحد سوى كلام واحد لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم بأنفسهم جمعنا جميعا كأننا أصحاب نفس واحدة وكأننا كيان واحد لأن الذي يؤذي أخي في الإسلام يؤذيني ولأن أخي هذا الذي أؤذي اليوم يمكن أن أكون أنا المأذية غدا نعم نعم أكون المأذية إيه؟ غدا وهذه الأمور بالذات كما عاهدتها وعهدتها إذا ارتكب أحدهم هذه المظلمة في حق أخيه المسلم فإن الله تبارك وتعالى ينتقم منه ويعجل بالانتقام نعم ليست هناك أدلة إطلاق ولذلك لما كان هذا الأمر عظيما عند الله اشترط القرآن الكريم أربعة من الشهود كلهم يشهدون في وقت واحد أنهم رأوا فلان وفلانا نعم الآية التالية مباشرة اقرأوها لو لجاءوا عليه إيه؟ بأربعة شهداء أربعة أي ونعم أربعة لو لجاءوا عليه بأربعة شهداء طيب فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون كلام واحد هم الكاذبون والأمر يتعلق بشرف المسلم بشرف المسلم والمسلم هذا أخوك وما يؤذيه يؤذيك الأمر يتعلق بشرفه وهو يعيش بين الناس بشرفه هذا ورأس ماله هو شرفه هذا نعم يبيع ويشتري بذمته وشرفه ويثق الناس بذمته ويثق الناس بذمته فيتعاملون معه وهم آمنون مطمئنون ويطرق باب الناس ليتزوج ابنتهم وليخطب ابنتهم فيرحبون به ويسعدون بمقدمه عليهم نعم ويفرحون بأنهم سيصاهرون فلان لأنه صاحب شرف وصاحب ذمه وصاحب خلق ويعيش بين الناس بهذا الرصيد العظيم من الأخلاق ومن الشرف ويأتي سيء الظن المجرم نعم فيلطخ شرفه بافتراءات وكذب ويستجيب للشيطان ويمشي بين الناس العجيب وهذا أمر صعب للغاية بالله عليكم فكروا فيه اشتركوا في القناة